صباح الخير حبايب ورجعنا لكم من مطبخ بنونا ومها بوصفة جديدة اليوم اشتهت بنونا تسوي كيك بالشوكولات احنا نشرين طريقة قبل بس هالهم طريقة ثانية وحلوة وطعمها كل شراقي والكيك مالت هش اليوم راح نسويها بالصوص وياكم ونسوي طريقة الصوص الخفيف اللي تشرب الكيكة وطريقة الكيكة مرحبا اشتركوا اخباركم اشتركوا اشتركوا فيديوه طبعا فيديو اليوم راح نسمي كيكة انا وماما اليوم كيكة بالشوكولات راح نسويها بالنونا اشتهتها شنو راح نسوي نحتاجها بالبداية طبعا اي طحين يتواجد اتكم مولي شرط هاي الماكة يعني اين وعية واي كاكاوا بودرة موجود اتكم نفس الشي مولي شرط هاي المواد راح نحتاجها مثل ما قاعدت بنونة راح نحتاج تلت بيضات راح نحتاج الطحين كوبين ونص راح نحتاج كوب زيت راح نحتاج كوب وربع سكر راح نحتاج ضرفين فانيلا وضرفين باقدر العفو ضرفين باقدر وضرف فانيلا ونحتاج ماي يعني اشقد نحتاج الكيكة نخلي شي بسيط يعني كوب او اقل هاي هنا انا عدي القالب راح استخدمه اليوم يعني بدون فتحة قالب كامل هسا اخلط المواد كلها الجافة سوى وراح احتاج شوكولات تقريبا خمس اخواشيك ستة خمس ملاعق ستة حسب الذوق تحبون تكثرون او تقللون هسا بداية نخلط المواد الجافة ونبدو ياكم عافية 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 نحسنتي عافية 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 انا نشرب ممتاز نضرف الباقدر ضرب الفانيلا ملعقة حليب بودرة اذا ما تردون خلونها خلوا مكانها ملعقة حليب بودرة هسا حبايب هاي الروبة راح نضيفها ملعقتين ثلاثة روب او ملعقة حليب السابرين تكمل خلب ونبدو نضيف هاي المواد كلها بالتدريجة يالا خلطة بني انا شوية انا يا فساعدتك طبعا كل السهلة كيكة سهلة وبسيطة و هسا ننخلصها راح نشوفكم نسولها صوص والشوكالة هم كل السهلة صوص بالكاكو كل شرابين مواد هي قلت لكم هاي ناخرين كلها هاي ساوها تجاه واحد ضيفي ضيفي هنا ضيفيني المواد كلها ما حاجة بعتنا خلينا انه ما نخلطة اصلا كيتش خلي ما فيه كافي شي بسا حبايب كلها هاي المواد السائلة و هاي المواد الجافة كلها تنخلط سوية نحن الحصن علي خليط متجانس يعني خليط الكيك كلكم مشايفين لا تعرفوني هاي طبعا ناشرة الطريقة ماتة الكيكة ناش شكالة و كلش حلو و كلش راقي يعني ناشرتها بس هم اللي قمت لنا خلني نشرها لكم نسويها احنا دائما بالشكل هذا يعني نتأكد كلها من خلطة عدل لا تنازل راح ابدي خطوة اختيارية اي شوكالاتة ادكم او اي مكسرات تحبونها انتم انا اليوم راح اخلي انوا انه هي بالشوكالات هذا راح يذوب يطيها نكهة كلش حلوة يعني كم قطعة بالشكل هسه راح اخليها نقالب الطريقة هاي كيكة كل السهلة و حلوة و ان شاء الله ما راح تجربونها راح تشوفون طريقتها و راح تشوفون طعمها و راح تقولون طريقتها كل السهلة و طعمها كلش طيب يعني هذا الخليط ما شاء الله كلها احاول ننزلها 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 و ننزلها و ننزلها بالفرن حبايب حبايب راح اخليها بالفرن قلنا على درجة حرارة 180 بالرف الوسط تاخذ لها تقريبا 35 دقيقة الى 40 دقيقة نشغلها بس من جوه و بالنهاية لو تحتاج 3 دقائق اقرب عن شغل الفوق لو ما تحتاج ما ان شاء الله حبايب راح احتاج المواد للصوص المكونات راح احتاج هنا ادي من العقدين زبدة او سمنة ايشي تتم تحبون و هيها زيت و راح احتاج كوب سكر و راح احتاج كوب من كريم شانتي و راح احتاج كوب من الشوكالاة و هيها شوكالاة مجهزة و راح احتاج زيت و راح احتاج ماء و راح احتاج البدقشطة هاي هنان بداية اخلي هاي المواد كلها اخلي السكر و اخلي هنان نضفت هنال كوب مال الشوكالاة احنا نحبها بها يعني هواي كاكاو الشوكالاة اذا تحبون اقل قللوا و هنانا خليت كوب مال شانتي يعني هاي تصير كريمة الشانتي الحلوة مثل الزبت بيها و خليت هنانا ملعقة ينسمن يعني دهن طبعا هاذ الصوص كلش طيب و هاي هنانا كوب حليب او نص كوب حسب الذوق شون ما تحبون التوم تقللون المادة تكثرونها يعني كلش عادي ننظل نخلط بيه على النار اذا تحبونها ثخينة هنا نضيفو لها ملعقة او ملعقتي انشها انا ما ضفت لان احنا ما نحبها ثخينة طبعا هاي من طلعتها وره 40 دقيقة هاي الصوص خليت عليها طلعت كلش حلوة طبعا يعني جقد ما اقلكم انا ما فرغتها من القالب بالبدال كنت يعني ريت فرغها فما خلون الجماعة رأسا كلون هاي وبهالشكل هاذ حبايب مثل ما جاي يشوفون منظرها ما شالله روعة و تحفة يعني بصراحة صدقني جقد ما اقول طيبة طيبة اتمنى تجربون هاي والمقادية رح اكتبها لكم صندوق الوصف كلش حلوة وشغلها سهل كيكة هشة والذوب والفم وهذا الصوص مثل ما شرحت لكم تردونا خفيف مجرد تخلونا على نار و تخلطوا الموقات تردونا ثخين تخلونا ملعقتين نشي احنا ردناها خفيفة على مودة يدخل بال يعني تتعمق بالكيكة السوس مالتها الصير راطبة و هشة طعمها كلش راقي و حبوها بالبيت كأنها ما جاهزة أحلى من الجاهزة أطيب هواي شوفوها شون هشة حبايبي أتمنى يعجبكم الفيديو لليوم و ما تنسونا حبيباتي بالدعم و اللايك و الاشتراك و ممنونة من كل اللي اشتركوا بقناتي و جاي يدعموني و يشجعوني ممنونة منهم و بنونة ممنونة منكم و معالف سلامة حبايب